السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هباك رحبكم من جديد فيديو جديد ان شاء الله تنال اعجاب ديالكم واطلقكم في اتمصحها والسلامة وتما كتشاهدون كما عودكم دائما مع جديد المنتوجات والادوات والاجهزة والافكار الهائلة لتنظيم وتنظيف المنزل بكل سهولة وايضا لتوفير الراحة اليومية فيديو اكتر من رائع فيديو غد اكتشفوا فيه حويجات اللي هما حصرين ادوات اللي هي جديدة اللي غد تخلي لك الوقت ديالك الكافي واللي غد تغليك على اي مجهود وتعب اليومي كما شاهدتم معي ادوات ليجد متطورة او مبتكرة لتسهيل الحياة اليومية فخليكم عتتمت الفيديو الى الاخر اكيد غد تاخدوا استفادة او اشياء اللي هي غد تفيدكم المنازل ديالكم ايضا كان افكار وحيال كيفاش تستغلوا الاماكن الضيقة سواء في المطبخ او الحمام او في غرف النوم وقبل ما نبدأ الفيديو كانت منم لاول مرة كيشاهد القناة انكم تشرفوني بالاشتراك والضغط على الزر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله وايضا ما تنسوش اللايك فهو مهم جدا باش الفيديو يقدر يطلع وتشافوا هكا كتشجعوني باش نجيب لكم مزيد من الفيديوهات وشكرا لكم مسبقا على المتابعة والدعم وكما شفتم معايا هنا يا ادوات لي جد مبتكرة ادوات لي هي دكية لتنظيم او تنظيف او تحضير المأكولات بوحد شكل سريع جدا فهذا المنتوج كما كتشاهدو معايا فهو مصخل الاشياء اللي كتكون هكدا باردا وكيساعدك بانه يسخلك بوحد سرعة كذلك هنا يا هدنا جهاز جد مبتكر للطحن التوابيل او القطاني شوفوا القوة ديال الطحن شي حاجة اللي تستاهل انها تكون في المنزل ديالنا طريقة اللي هي سهلة وسريعة واندوزون شوفوا معاها بعض هاد الاضواء الساحرة اضواء اللي هي متنوعة اللي كيعطونا انواع ديال الاضاءة اللي كتعطرها وحد الجو او وحد شكل غرف النوم جد ممتازة كذلك هنا عندنا هاتوشيات او الادوات اللي كيعطونا وحد شكل ديال البد وانتقلون شوفوا هاد الاشياء اللي جد كيوت ورائعة واضاءة اللي كيعطوها جد ممتازة وبالوان مختلفة اللي كيحبوها الاطفال كتير كتير وايضا عدنا شوفوا هاد الفكرة ديال هاد القرعة ديال الماء اللي كتطلع الماء بكل سهولة وايضا فيها مصخين وايضا عجبتني الفكرة ديال هاد الاداة شوفوا معايا فبكل سهولة كتدخلوا الخيط في الابراس يخطو الناس اللي كيكونوا هكا عندهم نقص النظر او الناس اللي كيكونوا كبارين في السن كذلك هاد الفوطة العجيبة شوفوا معايا الكمية ديال الانتصاص ديال المياه ديالها شي حاجة اللي رائعة وجديدة وبمسحة وحدة كتنشف معاكم دنيا كذلك هنا يشوفوا معايا هاد الجهاز اللي عدد ديال بريزات في بريز واحد كذلك عنده شحن وندوزون شوفوا هاد حامي الكؤوس او منظم شوفوا معايا حتى فشكي اللي يالو زوين وما كياخدش واحد المسحة اللي هي كبيرة فانفوا كتسالي وكتحطوه في اي قند فوق البوطاشي او شي مكان اخر من الاختيار ديالكم وندوزو هنا للحمام عندنا هاد العلاقات اللي جد ممتازة فهي كتنكلكم تعلقوا فيها هكذا الفوطات او الصندلات كذلك هاد علاقة من نوع اخر بالنسبة للمطبخ وندوزو نشوفو هاد طحانة العجيبة شوفوا معايا على شكل اخر فانفوا كتضغطو هكا بضغطة واحدة كيتفرم معاكم بالنسبة لتمة او الحار شي حاجة اللي هي ضرورية منها كذلك هنا يا عدنا هاد المنظم العجيب شوفوا معايا الكمية ديال اللي مجورة كذلك عندو واحد الغيطاء ديالو اللي هكذا كيحافظكم على الاحديات تكون نظيفة فشي حاجة اللي هي ضرورية منها شوفوا قبل وبعد تنظيم ضروري وتنظيف ضروري منه ندوزو كذلك تلاجة عندنا هاد العلب اللي جد ممتازة بشكل ديالها والجودة كذلك شوفوا الكمية ديال الخضر والفواكه وعندوحد شبيكة هكذا اللي يمكن لكم انكم توضعوا الخضر وخطكن هكذا مبللة بالمياه كتسقطر شي حاجة ديال تنظيم تلاجة اللي هي زوينا وندوزو نشوفوه هنا بالنسبة للحمام ففكرة اللي جد هائلة وشوفو معايا شي حاجة اللي متطورة ومبتكرة وندوزو الحمام بالنسبة للحمامات اللي ما عندهمش البانيو فهاد البانيو انكم تقدروا توضعوه منتسالي ويمكن لكم انكم تحيدوه وانه كيتطوى وما كياخدش نهائيا المساحات كذلك فكرة بالنسبة الغلاف ديال الاحديا فاكا تقدروا توضعوه امام المنزيل وندوزو نشوفو هاد الفورشات بالنسبة لاطفال فهي جد عملية كذلك هنا يعدنا مجموعة ديال منظمات الحمام على اشكال متنوعة فهكذا كتتوضعو فيها الفورشات معجول الاسنان لحويجات اللي هكذا كتتتعملوهم في الاستعمال ديال النظافة كذلك هنا يعدنا نوع ديال القراعي ديال المال اللي هكذا كيتنفخو وكيتضغطو عليهم كيتتقلصو فهكذا ما كياخدوش ايضا مساحات قدروا توضعوهم في الكوفر ما تقدروا تبغوستعملوهم كتهزوهم كذلك عدنا نوع اخر من المنظمات ديال الحمام اللي نوع ديال الفراشة وكيتحتوي على واحد جوج المجرى اللي كيتحتوي واحد ديقور واحد شكل زوين بالنسبة للحمام شوفوا الفكرة ديال هاد القاسرونال اللي بشبكة ديالها اللي جيد عملية في نفس الوقت كتصل فيها الفواكي والخضر وكتصفيهم وما كتاخدش واحد المساحة كذلك تتعلقيها وندوزوا بالنسبة للبيبي منظمات اللي جيد رائعة وممتازة فالتنظيم كتنزلوا فيها جميع اللوازين من البيبي هكذا اللي كوش اللي بيبغو الزيوت مع الطيرات فهي جيد عملية وشوفوا معايا هنا الفكرة ديال هاد المنظم بالنسبة ل هكذا تحطوا فيه الحويجات ديال الزريعة كوكا والبيستاش فواكيه مجففة حلويات فهو في نفس الوقت كي تسد كذلك هنا يعدنا هاد الحاميل ديال الهاتف الحاميل ديال الهاتف وايضا كي تتعمل كابوشيطا وفي نفس الوقت كي تجمعه في ووقت يتقلص وكي يرجع بوحد الحجم اللي هو صغير اللي يمكن لكم هكذا تدرو في السكن وتاخدوهم معاكم حويجات اللي هو موتوشيات اللي ضروريين منهم شوفوا معايا هالجهاز العجيب ديال الضفيرة بالنسبة لبنيتات جد عمالي والطريقة ديال استعمال دياله اللي هي السهلة اللي كتعطيه واحد شكل زويل شعير وانتقلوا نشوفوا هالجهاز الجد مبتكر اللي غنان على هاد الكلمونيت العادي شوفوا معايا التكنولوجيا شي حاجة اللي هي سهلات علينا شوفوا معايا الطريقة اللي هي بسيطة ورائعة شي حاجة اللي هي تستاهل اننا نخذوها وتكون في المنازل ديالنا اللي كتساعدنا فعلا شوفوا هاد كذلك هاد دبدوب شحال متاسخ شوفوا هاد الالة العجيبة بسيكارات تكنولوجيا اللي ما كتتقاداش وما كتسالاش شي حاجة اللي واو صراحة تستاهل اننا نخذوها وستفدو منها واندوزو نشوفوا هاد توشيات اللي كيوت وصغيرة اللي كتعطيه واحد شكل كابلي ديال بريز شي حاجة اللي هاك كيوت اللي كتتعطينا واحد شكل زويون كذلك هنا يا بالنسبة لإضاءة الهواتف شي حاجة اللي هاكده بالنسبة لتصوات وشوفوا معايا التصميم اللي جد مبهر شي حاجة كلاس شي حاجة واو شي حاجة زوينا بززاف سرير من تصميم رائع شي حاجة ديال الشياقة اه شي حاجة اللي صراحة روعة الاناقة والجمال اه ما شاء الله واندوزو نشوفو هاد توشيات ديال الحمام بالنسبة هاكده المعجول الاسنان وكذلك عدنا هاد الفرن الكهربائي لفرن سريع كذلك بالنسبة لتحضير المعجنات والحلويات اه فهو ضروري انكم يكون عندكم هاكده في المطبخ شي حاجة اللي كتعاونك وكتسهل عليك انك يتحضري الاشياء في الوقت ديالها وبدون اه تعب كذلك هنا يا جهاز من نوع اخر بالنسبة لبنات الاضافر كتختارو هاكده الشكيل او زوقة اللي بغيته لتفاير ديالكم وكتكليكي ولا ديك البطنة وفي نفس الوقت انكم كتخرج لكم الشكيل اللي بغيته شوفوا معايا البتكارات الحاجة الحاجات اللي سهلة وزوينة وكتخرج لكم الاشياء مضبوطة وندزو كذلك نشوفوا معايا هاد البالة السحرية شوفوا معايا اللي كتطوى كذلك شوفوا معايا القزولي على الجناب ديالها شكيل لها كده يمكن لكم انكم يساعد الناس بالنسبة لناس ديال الحفير وشوفوا معايا هنا هاد توشيات اللي عجبوني بزاف صراحة شي حاجة اللي هي زوينة وكلاس واو وانتقلوا نشوفوا هاد الاتات اللي بتصميم رائع تصميم خيالي صراحة شي حاجة شي حاجة لا متيلة لها شي حاجة اللي هي بالجودة ديالها ولا بديكور اللي زوينا بزاف حاجات اللي عطتنا تكنولوجيا اللي بصراحة عطتنا شي حاجة زوينا واللي نفعتنا تكنولوجيا وبتكارات اشياء مناتات او منظمات او اشياء ولو تكون بسيطة نفعتنا بزاف وغيرتنينا من نظام ديال حياة ديالنا من روتينات بالنسبة للمرأة خصوصا اللي كتعب بزاف تنظيف او الترتيب شوفوا معايا شي حاجة اللي جد متطورة اه كيمويات ايضا شوفوا بردويات اللي بمسها وحدة كتتمسح معاك ايضا هاد الجهاز بالنسبة للتعقيم مجموعة ديال بالنسبة للكراسة بوحد الجودة اللي هي ممتازة اشياء اللي غناتنا على الحاجات اللي ما فيها حتى نفع بالعكس كتجيبنا غير روينا بالنسبة لبيوت ديالنا فهذه الحويجات يمكن لكم انكم تطلبوهم من عدة مواقع الكترونية بالنسبة للناس اللي على برا فانا ما غادش نعرف بالنسبة لدول ديالكم كن يقدروا يتباعوا ولكن بالنسبة للمغرب راكم غتلقوهم في غروبات اونلاين وعلى تيليجرام ويمكن لكم تحطوا له تعالق لتحت انا غا نجاوبكم ونحط لكم الصفحة ديال هاد البيع ديال هاد المنتوجات اللي في الفيديو وتقدروا انكم تطلبوه ويوصلكم حتى المنزل ديالكم شوفوا معايا ايضا الديكورات ومتنظيم شي حاجة لا متيلة لها راحة نفسية شي حاجة اللي اه كتحطيك شكل تنظيم ديكور شي حاجة اللي هي كلاس شوفوا معايا المطبخ شحال منظم كله كيبرق كله كيشعل شي حاجة اللي بحالة عجبتيها جديدة شوفوا معايا ايضا ما شاء الله بالنسبة شوفوا اللي معان ديال زليج غرف في النوم كل شي تبارك الله في مكان ديالو كل شي كيشعل شي حاجة اللي ضرورية منها اتات اللي ضروري منهم منظمات اللي لا استغناء عليها شوفوا الحمام كذلك شو معايا الطواليت والكورسي ديال التعليم ديال بنسبة لبيبي كانتمنى انكم تكونوا استفدتم الفيديو انكم خذيتوا افكار الملأتات او منظمات او اجهزة لمنازل ديالكم وشكرا لكم على الدعم و المتابعة و اطلقوا فيديو مقبل باذن الله بسلام عليكم